معنا زميلنا محمد الرئيس من أسوان أهلا محمد إيه الأخبار أهلا بيك أستاذ عمرو وبالسادة المشاهدين نحن النهاردة موجودين في مدينة أبو سنبل مبارح كنا في محافظة أسوان في المدينة نفسها في موقف ودي كاركر نحن على بعد 300 كيلو تقريبا حاليا لمتابعة أخبار وفود الإخوة السودانيين النازحين من السودان وصولا إلى مصر في مدينة أبو سنبل بيكون في حركة صباحا حركة شديدة مع دخول باصات الإخوة السودانيين في الصباح الباكر أو حتى مع دخول السيارات النقلة للبضائع في الاتجاهين سواء من مصر إلى السودان أو العكس وفي الحقيقة الحركة المشهود أنها أصبحت أهدى بكثير من بداية الأحداث بالتأكيد فيه وصول لعدد من الباصات اللي بتحمل أعداد قليلة من الأفراد لكن الحركة أهدى بكثير جدا من بداية الأحداث في السودان بوصولنا تبعنا توافد عدد كبير من باصات نقل الركاب المتواجدة على الميناء النهري المخصص لعبور بحيرة ناصر مدينة أبو سنبل موجودة في غرب نهر النيل ومعبر قسطل أو جسطل موجود في اتجاه الشرق فبيستقلوا العبارة أو المعدية عبورا في بحيرة ناصر من الغرب إلى الشرق وصولا للمعبر الحدودي الرحلة بتاخد ساعة تقريبا زي ما قلنا قبل كده لكن كان في بعض النقاط اللي خدنا بالنا منها النهاردة إنه معظم الباصات كانت متوقفة على المرسى النهري إما بدون ركاب أو هي فارغة ذهب إلى المعبر الحدودي لتحميل الركاب أو لنقل الإخوة السودانيين للوصول إلى مدينة أبو سنبل عدد كبير من الباصات اللي وصلت بعد عودة العبارة أو المعدية النهرية إلى المرسى النهري مرة أخرى كنا شاهدنا إن في عدد من الباصات بيوصل فارغ وتنقشنا مع أحد الإخوة السودانيين اللي بيعملوا في نقل الركاب وهو قال إنه ما فيش عدد كبير من الركاب في مقابل إنه كان فيه تزايد لأعداد السيارات النقل المخصصة لنقل البضائع أو حتى السيارات اللي هي بتكون المايكرو باص أو السيارات اللي بنقول عليها السياحية بتكون محملة بعدد كبير جدا من الكراتين اللي فيها مواد غذائية وأغذية متاجهة إلى المعبر حتى إنه المرسى النهري أحيانا ما بيحصلش بعض الأفراد إنهم يوصلوا في معاد عبور المرسى النهري فبيضطرنهم الأشخاص اللي نقلين البضائع يبيتوا في المنطقة عند المرسى النهري لانتظار فتح أو بداية عمل العبرات في اليوم التالي في بعض النقاط المهمة اللي كنت لحظتها خلال التواجد هنا إنه محافظة أسوان في الحقيقة والسيد المحافظ فيه نشاط كبير عاملينه من بداية اليوم الأول للأحداث خاصة مع وجود عدد كبير من الإخوة السودانيين النازحين على المعابر الحدودية فكان عمل غرفة أو تم عمل غرفة عمليات لمتابعة الأحداث والتنسيق مع كل الجهات المختصة بحيث إنه يتم تسهيل الحركة على المعابر الحدودية ويتم توفير كل الاحتياجات للإخوة السودانيين أو للمصريين أو أي جنسية داخل مصري كنا قرنا عن عربيات إسعاف كانت بتنير إخواننا السودانيين كان عندهم إصابات أو كده إيه الحكاية وإيه الموضوع بالفعل في عدد كبير من السيارات النهاردة يمكن إحنا قدرنا نصور عدد من السيارات المتواجدة على المرسى النهري بالإضافة لسيارات تقديم الخدمات الطبية المتواجدة في المعبر الحدودي إلى جانب سيارات الهلال الأحمر وهي كلها بتقدم خدمات طبية لكن كان الحدث الأبرز بالنسبة لسيارات الإسعاف أنه عرفنا أن فيه فوج من سيارات الإسعاف عبر باتجاه المعبر الحدودي قاموا بنقل عدد من المصابين السودانيين وفي العودة كان فيه موجود عدد من السيارات أثناء المناقشة معهم كان بعض الموجودين المسؤولين في سيارات الإسعاف قالوا أنه هو فيه بعض الإخوة السودانيين أو المعلومة اللي وصلتهم أنه بعض الإخوة السودانيين المصابين بطلقات نارية من الاشتباكات متواجدين في منطقة الحجر الصحي أو في المعبر وهيتم نقلهم إلى جانب بعض الحالات الصحية الأخرى اللي بتحتاج للرعاية الطبية لنقلها لمستشفى أبو سيمبل طبعاً تواصلنا معاهم بعد عودتهم بالإخوة المصابين وقالوا أنه هو بوجودهم في المعبر وجدوا أنه ما فيه حالات لمصابين بطلقات نارية لكن كان فيه بعض المصابين في حادث تصادم ما بين دراجة نارية وسيارة نقلة تقريباً أو سيارة في مدينة حلفة وكانت حالة المصابين خطرة وإضطرت مستشفى حلفة أنها تنقلهم للمعبر الحدودي للمنطقة الحدودية ومنها يتنقلوا لمستشفى أبو سيمبل للتلقي الرعاية الطبية بصراحة جهود كبيرة مبذولة وشيء يدعو للسعادة أن يكون فيه تكامل في ناحية الرعاية الصحية وأن مصر تكون فتحة أبوابها للإخوة السودانيين المحتاجين حتى أنه إصابات ما هيش إصابات في معارك حربية أو في اشتباكات عسكرية لكن إصابات بين مدنيين إصابات حصلت بسبب حادث ويتم نقل الإخوة السودانيين للعلاج في مستشفى أبو سيمبل وحتى أن استدعى الأمر نقلهم لأي مستشفى مصرية أخرى بيتم نقلهم بناء على التقارير الطبية والحالة الصحية للمصابين يعني بصراحة فيه زي ما قلنا وزي ما بنأكد كل مرة أنه فيه حالة من الاهتمام بتسهيل الخدمات وبتقديم الخدمات الكاملة اللي ممكن يحتاج لها أي حد من الإخوة السودانيين أو أي من الجنسيات العابرة بتقدمها الحكومة المصرية ودعم شعبي بشكل مستمر دعما للإخوة السودانيين لعبور الأحداث الخطرة دي وعودة الحياة لطبيعتها إن شاء الله الحكومة المصرية وقف جنبهم والشعب المصري وقف جنبهم من أبو صنبل بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود وهذا التقطيع شكرا لك أما كنت في الرياض الأسبوع اللي فات كان أغلب الناس اللي قابلها بتكلمني على بايا